وداد محمد عسوي اتولدت 3 يوليو 1924 في محافظة كفر الشيخ والدها كان موظف في مصنع غزل ونسيد بدأت حياتها الفنية كمطربة ولكن ما لجتش لها مكان في عالم الطرب فالتجأت إلى التمثيل واشتهرت بدور الخدامة خفيفة الظل اللي كانت بتنجل الرسائل للحبيبين عملت ما يقارب من 600 فيلم سينمائي وهي من أكثر الممثلين انتشارا في عالم السينما المصري رحلت عن علامنا سنة 1994 بسبب عدة طعنات من مجرم كان طمعان أنه يسرج منها 250 جنيه وكان عمرها في ذلك الوقت 69 سنة